أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل وزي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة كلنا تبقى ناسية الرئيس المبارح وبيشهد موسم حصاد الأمحة في توشكا شوفنا مساحات كبيرة تم إضافتها للمساحة المنزرية عشان ترفع الانتاج في خطوة مهمة جدا ضمن خطوات الاكتفاء الزاتي من الأمحة خلونا نتكلم عن بدء موسم الحصاد في توشكا الخير معنا في الستوديو دكتور محمد الإرشة المتحدث باسم وزارة الزراعية دكتور محمد صباح الخير صباح الخير يا فاند يا أهلا بحضرتك كل سلام أنت طيب أهلا بحضرتك رضي محمد عايزة نبدأ بحضرتك بالقيمة المضافة لما تم بالأمس الحقيقة قيمة كبيرة جدا تم إضافة قيمة كبيرة جدا للإنتاج الزراعي نحن نتكلم عن مشروع هو يعتبر من أكبر المشروعات في المنطقة لزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي أو مشروع متكامل بحق التنمية متكاملة في الإنتاج الزراعي ده لأننا نتكلم في أكثر من نصف مليون فدان تقريبا بيتم العمل على زراعتهم وأرض الحامل أجواء الأنواع الأراضي لطبيعة المناخ ناك في المنطقة بيساعد على النطج المبكر لبعض المحاصل الإستراتيزة الأمح كل دي مقاومات نجاح لهذا المشروع ومشروع بيعادل بقى مشروع دلتة جديدة نحن نتكلم دايما عن دلتة جديدة في الواجه البحري النهاردة نحن عندنا دلتة جديدة بس في صعيد مصر اللي هو تشكل خير دي تساعد على فتح فرص عمل لسكان مناطق الصعيد فتح أفاق تنمية لمناطق الصعيد فهي مش موضوع مشروع زراعي بس إنما هو مشروع زراعي له أثر اقتصادي كبير جدا على الدولة المصرية له أثر مجتمعي كبير جدا على سكان صعيد مصر وعلى سكان بعض المناطق الريفية هناك له أثر كبير جدا أيضا على فكرة البيئة والتنمية المستدامة لأن ده كمان كل مشروع التنمية المستدامة لها علاقة بالاقتصاد الأخضر والأهم من ده كله أنه هو بيساهم في تحقيق الأمن الغزاء المواطن المصري اللي احنا شايفينه من جهود واللي شايفينه الدولة بتعمله من 2014 هو هدفه الأساسي تحقيق الأمن الغزاء المواطن المصري أن يشعر المواطن المصري بالأمان والاستقرار حتى في أحلق الظروف والأزمات الدولية عدت علينا أزمات كتيرة جدا بنتجاوزها بفضل ما قامت به الدولة من 2014 والناس ما بتقاش متخيلة هو اللي بيحصل ذا ليه يعني الناس يعود يقولوا احنا بنعمل طرق ليه مش عايزين طرق عايزين ناكل طبما هتاكل ازاي لو ما فيش طريق يخلي الناس تروح عرف تروح تستسمر وتشتغل شبكات الكهرباء حتى كمان الكهرباء اللي اتعملت ومحطات الكهرباء اللي اتعملت ده كان هدفها ايه من عشان يبقى عندي فرص تنمية لازم عندي مصدر طاقة لازم عندي آلية لفتح أفاق جديدة فالتنمية اللي كان بتحدث في الدولة هي تنمية متكاملة قيمتها المضافة بتعود على المواطن بشكل مباشر في التلبيت احتياجاته بتعود على الفلاح في فرص عمل وفرص شغل جديدة كل ده بتكامل بالزبط سيد محمد بن لغة الارقام لا تكذب خلينا نعرف من حضرتك يا فندب بالارقام المساحة المنزرعة قدقي هذا المشروع مشروع تشكى انه هذا بالارقام كمان يزود قدقي من انتاجية الانتاجية الخاصة كمان بالامح لانه طبعا فيه زي ما حضرتك بتقولت بيزود الفددين او عدد الافدنة فيه رقم تاني هو الانتاجية فخلينا نعرف من حضرتك تحديدا هذي الارقام يعني احنا لما نتكلم على منطقة تشكى نحن نتكلم على اكتر من 300 الف فدان امح بيتم زراعتهم ودما يجبوننا حوالي ما يقرب من مليون طن جديد بيتحط على الانتاج مع استمرار عملية الجهود والتنمية في هذه المنطقة اكيد هنصل لأكتر من كده كمان ان شاء الله لكن ده على منظور تشكى بس الحال الدولة مشتغلتش في تشكى احنا اشتغلنا في مناطق كثيرة جدا احنا بنتكلم على حجم المشروعات اللي تم تنفذها في استصلاح الاراضي الا ان احنا في حوالي 5 مليون فدان تقريبا بنشتغل على استصلاحهم وتطورهم يعني عندنا دلتة جديدة 2.2 مليون فدان الريف المصر الجديد 1.5 مليون فدان تشكى 1.5 مليون فدان سيناء 1.5 مليون فدان كل دي مناطق جديدة بتخش الانتاج فيه عند دلو فيه شرق العواينات ده طبعا ده احنا بنتكلم بس على حاجة واحدة وهي زيادة المساحة المنزرعة في مصر عندنا حاجة تانية بنشتغل عليها وهي تعظيم انتاجية الارض الموجودة احنا عندنا 9.7 مليون فدان احنا عندنا 9.7 مليون فدان اراضي 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 موجودة على الوادي والدلت الاراضي بقالها 7000 سنة بتزرع ما كانش بيحد بفكر يطور فيها النهاردة احنا بنشوف مشروع تطوير رائع الحقلي متخصص له مئات المليارات بنتكلم على مشروع تطوير تقاوي جديد ومشروع تقاوي الخضر والفكهة ومشروع تطوير التقاوي والمحاصيل الحقلية متخصص له ايضا مليارات كتير جدا توفير نظم البحث العلمي وتطوير البحث العلمي عشان نطبق نظم مزرعية جديدة زنزم مزرع المساطب ايضا موجود طب ايه الناتج بقى من الكلام ده احنا بنقول ليه كده لان احنا كنا من حوالي خمس ست سنين complained من نزرع قليل من ثلاثة مليون فدان امح النهاردة احنا زرعين ثلاثة وخمسة وستين من مية مليون فدان امح يعني اكتر من ثلاثة وستة من عشر مليون فدان مزرعين بالامح طب دهما تجيبونا انتاج قد ايه ان شاء الله ما يقلش عن عشر مليون طن من الامح هذا العام طب الانتاج ده يعني يكفينا قد ايه ده ممكن احنا نعدي السنة دي كلها وإحنا عندنا الأمحة بتاعنا مكافينا من هذا الحصاب تقريباً يعني السنة دي نكون حققنا بهذا المشروع حوالي 65% من الاتفاق الذاتي آه طبعاً إن شاء الله إن شاء الله ده إحنا بنتكلم على النهاردة على التوقعات اللي موجودة بس إحنا في المستقبل أكيد هتبقى الأمور أفضل كتير جداً لأن حجم المشروعات اللي موجودة واللي بتكتمل يوم بعد يوم وكل يوم ندخل حاجة جديدة عن النهاردة تشكا دخلت فيه مناطق جديدة هتخش تاني في عملية الإنتاج المساحات الأراضي إنما كمان الأرض القديمة نفسها تطوير كبير بيحصل فيها هو الأرض كان 18 سنين الفدان يعني الناس خبراء الزراعة كان يقولوا من 10 إلى 12 أردب هو ده متوسط إنتاجية الفدان النهاردة إحنا بنتكلم فيه 18 و20 أردب بل فيه ناس كمان بنكرمهم بيوصلوا 25 و30 أردب للفدان يعني إحنا بنزود إنتاج بنفس الأرض اللي إحنا شغالين فيها وبنشجع الفلاح دي نقطة مهم حدك ذكرتها دلوقتي طبعاً طبعاً بتشجع الفلاح بشكل كبير حتى عشان نعرف أن رؤية الدولة المصرية ثاقبة الحقيقة ودائماً بتنظر للأمور مش بشكل سطحي لإنما بتنظر لعمق الأمور يعني ما كانش فيه حد يسمع عن أي أزمة دولية في شهر نوفمبر الماضي وأول مرة الدولة المصرية تحدد سعر توريد الأمح كان قبل موسم الزراعة كان السنة دي في الموسم ده اتحدد السعر في شهر نوفمبر قبل ما الناس تفكر تزرع أصلاً وتحط له سعر 100 جنيه تقريباً حافز إضافي مضافة على السعر زيادة عن الموسم الأب آه يعني كان السنة الفاتت الموسم الماضي يعني كنا بنبيع ب أو كان الفلاح بيورد ب725 جنيه للتات عشرين ونص قوي هو هو بيورده دلوقتي بـ 820 جنيه وبعد نحنا كنا بيكلم في شهر نوفمبر بعد الحصاد أو لما قربنا على موسم الحصاد سيادة الرئيس وجه بتوفير حافز إضافي تاني للفلاح فاتحط كمان 65 جنيه يعني اللي كان بيتورد السنة اللي فاتت بـ 725 نهاردة بتورد بـ 885 جنيه فرق كبير جداً موجود تشجيع كبير جداً للفلاح طب ليه الدولة بتعمل الكلام ده أولاً ده مصدر لتحسين دخل الفلاح وده بتوافق حقيقة مع كمان رؤية الدولة المصرية لحياة كريمة للفلاح ده بتناسب أيضاً مع اهتمام الدولة بهذا المحصول الاستراتيجي الدولة عايزة تشجع على زراعة محصول الأمح احنا نجحنا بشكل كبير جداً في تطوير منظومات الزراعة وتطوير العدد كبير من الحاصلات الزراعية ولكن كمان محصول الأمح له أهمية كبيرة وله أهمية مختلفة لأنه بيمثل لقمة العيش للمواطن المصر بكل تأكيد دكتور محمد عزيزة تكلم مع حضرتك عن دور مركز البحوث الزراعية في دراسات اللي تعملت في أرض التوشكي عشان نقول أن الأرض دي تنفعت الزراع يعني الحقيقة المركز البحثية في مصر فيها تطوير كبير جداً أولاً مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحرى دول مركزين بحسيين هم من الأكبر أو من أكبر عشر مركز على مشتوى المنطقة بالكامل ده في آخر تقييم كان حصل من خلال العديد من المؤسسات الدولية طيب المركزين دول بيطبقوا حاجة اسمها البحوث التطبيقية يعني إحنا بنجيب البحث العلمي بنحاوله البحث التطبيقي بنحطه على الأرض يتطبق على الأرض وكمان بنعمل حاجة اسمها الإرشاد الزراعي فبننقل البحث ده التطبيق ده بنخليه بحث الفلاح يعرف ينفزه بأيديه على الأرض والمزارع يقدر ينفزه بأيديه على الأرض ده هو الدور الحقيقي للمركز البحسية الموجودة عندنا في وزارة الزراع إضافة إلى البحوث العلمية كتير والجهود اللي بنقوم بيها ومن نتائج بالعمل في مراكز البحوث مثلا بدأت نشتغل على فكرة نظام زراع على المساطب نظام زراع على المساطب دي نحن بنحط الأرض أو بنزرع الأمحب بغير النظام التقليد نحن بنحطه على المساطب ونجهز له المعدات اللازمة لده وتعمل مجموعة من السطرات اللي تقدر تساعد على تجهيز الأرض عشان الفلاحي يقدر يزرع بنزام زراع على المساطب ده الواحد وكده ممكن يوفر لنا اتنين أردب زيادة للفدان تطوير تقاوي احنا كان عندنا التقاوي بتاعت محصول الأمح ده يفرق في استهلاك الميا؟ طبعا احنا بصف أن دم احنا بنشتغل على بعدين رئيسيين البعد الأولاني هو أو البعد الأول هو تعظيم انتاجية الميا وتعظيم انتاجية الأرض يعني أنا عايز نقطة الميا كل أزود وأصل فيها إلى أقصى انتاجها ممكن وزيها برضو نقطة كل حب الطراب عايزين نصل إلى أقصى انتاج ممكن منها ده بيحصل من خلال تطوير نظام زراعة سمحة حضرتك قلت كده أو زي ما كنا بنتكلم دلوقتي وكمان بيحصل برضو من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي يعني احنا عندنا مثلا أصناف التقاوي في الأمح في آخر سنتين ولا حاجة احنا بنتكلم في أكتر من خمس أو ست أصناف جديدة تم استنباطهم الأصناف دي بتدي إنتاج أعلى بتقاوم مزيد من الأفات بتقدر تقاوم عدد أكبر من الأفات بتقدر تتحمل التغيرات المناخية هو المنطقة اللي إحنا كنا بنصرحها أمح مش هي هي نفس المنطقة اللي إحنا بنصرحها دلوقتي هكنا بنزرع في منطقة الدلتا درجة الحرارة معينة ظروف مختلفة عشان أقدر أغير الظروف الجوية وحتى كمان مع التغيرات المناخية الموجودة فلازم يكون عندي إيه لازم يكون عندي أصناف جديدة قادرة أنها تتحمل هذه الظروف فدي من الحاجات المهمة اللي احنا بدأنا نشتغل عليها وفي فكرة تطوير التقاوي كمان احنا بنعمل حاجة اسمها الخريطة الصنفية يعني عندي أصناف كتيرة جدا موجودة الخريطة الصنفية دي احنا بنبدأ نحدد كل منطقة تتزرع إيه وأنسب نوع يعني أنا هزرع أمحة أ بس أزرع أمحة 6-16 ولا 6-14 ولا سخة ولا أزرع إيه بالزبط فعندي أصناف كتيرة جدا موجودة أقدر أخطار بخريطة صنفية علشان أتجنب أي أضرار أو أي أفات ممكن تؤثر على الانتاجية وكمان بنعمل بقى حاجة مركز البحث الصحراء مع مركز البحث الزراعية بنعمل حاجة اسمها حصر وتصنيف للتر بينزل فرق عمل متشكل فيها كل الخبراء جيولوجيين خبراء مية خبراء نبات خبراء بيئة كل من لها علاقة بالموضوع سواء من المركز البحثية أو من هيئة التعمير أو من الجماعات المصرية أو من أي مؤسسة بيبدأوا ينزلوا حاجة اسمها حصر وتصنيف للتر نحدد المناطق اللي يمكن زراعتها والمناطق اللي مش هنقدر نزرعها أو ما تنفعش نزرعها فبنبدأ نخصصها لمشروعات متكاملة لخدمة قطاع الزراعي زي التعبئة والتغليف والتجهيز كل الكلام ده بنبدأ نجهزه بحيث يكون عندنا خريطة كاملة لعملية تنمية شاملة داخل الدولة المصرية في الحياة الدور كان كبير جدا احنا يمكن في الفترة الأخيرة أكتر من نصف مليون فدان كان بيتم العمل على حصر وتصنيفهم علشان احنا كنا وصلين حوالي 700 ألف فدان تقريبا بيتم العمل على حصرهم وتصنيفهم وتحديد المناطق اللي يمكن زراعتها والتي اللي يمكن زراعتها توجيه السيد الرئيس كان واضح جدا احنا عايزين نعرف ايه الأراضي اللي في مصر اللي نقدر نزرعها علشان هنزرعها طيب الحقيقة فاندم انه قطاع الزراع بيساهم بنسبة 15% في النتج المحلي 17% من الصدرات السلعية عايزة اعرف من حضرتك ايه المستهدف لهذه الأرقام في الفترة الجاية يعني هو طبعا احنا بنكلم على المنتج النهائي للمنتج الزراعي يعني انا عندي المنتج الزراعي ده او الحصرات الزراعية بتطلع حاجة اسمها فرش او منتج طازج هو ده اللي احنا بنكلم عنه دلوقتي انما المنتج ده يعني هو بيسام في حوالي 5 شافر من اجمالات دخل قومي مع المشروعات اللي موجودة اكيد الرقم ده يزيد بشكل كبير جدا احنا طبعا بنكلم على خمس الصدرات السلعية لها علاقة بالمنتج الفرش او المنتج النهائي بس الحياة القطاع الزراعي هو قطاع تشابكي وجزء كبير جدا من المشاريع الصناعية لها علاقة وارتبط وصيق بقطاع الزراع صحيح ومش بيباني معنا في الارقام او مش بنتكلم عنه في الارقام لكن هو ده قطاع تشابكي ومهم يعني قطاع الغزل والنسيج مثلا صحيح ده قوامه الاساسي هو زراعة القطنة وهذه المشروعات القائمة عليه كمان لما بنتكلم على المحصناعات الغزائية المعجنات يعني جزء كبير جدا من المشروعات بيقوم في قوامها الاساسية على الزراع فالزراع قطاع ديناميكي وقطاع حيوي والحياة أرقام مهمة جدا لان احنا ربع الربع اللي عماله في مصر تقريبا لا علاقة بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الزراع وسكان المناطق الريفية احنا اكتر من 60 مليون مواطن اللي لهم علاقة بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع الزراع وحجم المشروعات اللي بتتم بتؤثر فيه تطوير هذه المناطق الريفية خلينا اقول لك الدولة مخصصة 100 مليار جنيه المشروع ومبادرة حياة كريمة علشان نطور المناطق الريفية ده يعني احنا دخلين في صلب التنمية داخل قطاع الزراع فالقطاع قطاع مؤثر في كل حاجة في الدولة كل معايير التنمية المسادمة داخل الدولة المصرية بتتأثر بقطاع الزراع اكيد ان شاء الله مع الجهود المبذولة ومع ما يتم تطبيقه على ارض الواقع من استثمارات ومن مشروعات قومية كبرى يمكن تقريبا الفترة الاخيرة كل المشروعات الكبيرة بتتشابك مع قطاع الزراع لان امن قوم هو الامن الغزاء للمواطن المصر طيب حضرت كلمت في نقطة مهمة وهي الزراعات التعاقدية يعني احنا بروح نتافئ مع الفلاح وديك اول مرة تحصل في محصول الامح والدولة اتفعت مع الفلاح حال بتتابع معها باستمرار يعني حاجة ذكرت كمان اكتر من نوع من الامح فنقدر نقول للمزارعين في محافظة الشرقية لان انتوا تزرعوا نوع كذا المحافظة في باني سويف هتزرعوا نوع كذا ده بيتم التواصل ما بينكم وما بين الفلاحين عشان نضمم في النهاية انتاجية كويسة لان احنا دولة تعقدت على هذا المحصول اه طبعا احنا اخذ بالحضرتك احنا كمان بقى عندنا في مصر قانون اسمه قانون زراعة العطوية وانحنا قانون زراعة تعقدية وعندنا كمان مركز اسم مركز زراعة تعقدية دمت موجودين واصبح لنا آلية لتطبيق فكرة زراعة تعقدية زراعة تعقدية احنا بننتوسع فيها بشكل كبير جدا لان الهدف هو خدمة الفلاح المصر هلاقي الامح ده من الحاجات اللي هنطبق فيها زراعة تعقدية وفعلا بنطبق فيها فكرة الخريطة الصنفية ان احنا بنحدد زي ما حضرتك قلت كده انا المنطقة دي لو زرعتها 6-14 هبقى افضل انتاجية ممكنة فانحط في كفر الشيخ مثلا وفي البحيرة حط 6-14 احط في فانسويف لا احط 6-12 مثلا احط في انا بضرب امثلة والتنوع كبير الحقيقة لان حجم الاصناف اللي موجود في الامحة وحجم التنوع اللي موجود في تقوى الامحة كبير جدا نتيجة البحث العلمي اللي مبذول فيه وبالمناسبة تقريبا كل تقوينة اللي بنزرحها في الامحة او في المحاصيل الحقلية كلها هي طلعة من نتاج المراكز البحثية وجهود البحثين في مصر فكلها حاجات محلية كلها بتدي انتاج عالي وكمان احنا كسفنا الجهود مع ادارات انتاج التقاوي علشان نوفر التقاوي في الجامعات الزراعية فيقدر الفلاح يزرع بتقاوي جديدة ما يكسرش من التقاوي القديمة اللي موجودة عنده وبالتالي دي تدي له انتاج اعلى وتحافظ دايما على معدلات انتاج اعلى للارض والفدان زي ما كنا بنكلم فيعني المشروعات او الجهود اللي بدلت في هذا الاطار والتوعية المزارع وزراع التعقدية كمان احنا بنطبقها على البنجر مثلا على قصب السكر بنطبقها على القطن كل محاصيل مهمة بدأنا نحط له سعر ضمان موجود عليه فبدأنا نخش في منظومة زراع التعقدية في اكتر من حاصلة حتى كمان المحاصيل الزيتية تم اضافتها لمنظومة زراع التعقدية زي فلسوية او زي عباد الشمس وحط له سعر ضمان تحفيزي جدا للفلاح لشان يساعدوا على زراعة هذه المحاصيل ان هي برضو من المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية هي موجود كبير جدا وشايفين كمان تطوير وتمية كبيرة جدا في قطاع الزراعة تحديدا وزي ما حضرتك تحدثت دكتور انه بالفعل قطاع الزراعة مش معني به بس فقط المزارعين ولكن بالفعل بيمسك كل بيت في مصر ويمكن من فترة مش بعيدة ما كنش من حد بنسمع حد بيكلم عن الامحو ومحصول الامحو ومكنش بالعيش وكلام ده وكنش بنسمع دلوقتي ناس كلها بتتكلم ومتابعة جيدة جدا للامحو وزراعة الامحو والمساحة المزروعة بالامحو فبالتالي هو بالفعل قطاع يعني مهم جدا وعميق جدا زي ما حضرتك تحدثت ومتشابك مع عدة صناعات وقطاعات أخرى بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد لإرشان متحدث باسم وزارة الزراعين وارتنا في صباح الخير يا مصر